موسيقى نشرة الأخبار عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار ونبدأها بالعنوين قوات البنيان المرصوص تقول أن أربعة شهداء وأربعة وعشرين جريحا سقطوا إثر هجوم عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على محور البحر سلاح الجو تابع لعملية الكرامة ينفذ غارات على المحور الغرب ببنغازي ويقصف مواقع قرب شركة النهر جنوب اجدابيا والأمم المتحدة تدون الهجمات على المرافق الصحية في بنغازي المحكمة الجزية الأمريكية تحدد سبتمبر من العام القادم موعدا للنظر في قضية المتهم بأحداث السفارة الأمريكية ببنغازي أحمد بوختالة أهلا بكم مقالة المتحدث باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغصري إن أربعة من قواتهم استشهدوا وأصيب أربعة وعشرون آخرون جراء هجوم شنته عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على قوات البنيان في محور البحر فجر اليوم وأضاف الغصري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم تمكنت من صد الهجوم وكبدت التنظيم خسائر بشرية مشيرا إلى أن سلاح الجو التابع لعملية البنيان المرصوص نفذ منذ فجر الجمعة خمس غارات جوية استهدفت مواقع للتنظيم داخل مدينة سيرت في سياق متصل أعلن مستشفى مصرات البركزي أنه استقبل يوم الجمعة أربعة قتلى وأربعة وعشرين جريحا من قوات البنيان المرصوص جراء الاشتباكات ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سيرت وأضاف المستشفى عبر صفحة الرسمية على فيسبوك أن الجرح الذين استقبلهم قسم الحوادث والطوارئ هم من مدن مصرات وأباري والخمس ونالوت وترابلس وسبها وسرمان وقد غادر خمسة منهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج مزالت المعارك في مدينة سيرت مستمرة ومزالت وطيرة تقدم قوات البنيان المرصوص تتصعد يوما بعد يوم المركز الإعلامي لغرفة العمليات الخاصة أفد بأن سلاح الجو التابع لهم قصف يوم الجمعة مركزات تابعة لما يراف بتنظيم الدولة مضحا أن هذه الغراءات استهدفت عناصر التنظيم المتمركزة فيما يعرف بالدشم العسكرية أو مخازن الذخيرة وأوقعتهم قتلى جميعا كما مهدت الطريقة لتقدم قواتها العسكرية على الأرض أكذت عملية البنيان المرصوص أن قواتها سيطرت على مصنع للمتفجرات يحتوي على عدد من القذائف والمفخخات وصواعق كهربائية ووثائق تابعة للتنظيم بعد عمليات تمشيط واسعة داخل مدينة سيرت كما أعلنت أنها حققت تقدما خلال الجومين الماضيين في حي السبعمية والغربيات والزحفران ونوهت عملية البنيان المرصوص إلى أن تمركزات عناصر التنظيم تنحصر في الحي رقم اثنين ومجمع قاعات وقدوغو ومستشفى بن سينا وعمارات الضمان إضافة إلى مبنى مصر في الوحدة تطبرات تزامنت مع دعوة رئيس بحثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الطبية العاجلة لجرح الحرب ضد ما يرفو بتنظيم الدولة في ليبيا كما أكد المجلس الرئاسي أنه تواصل مع عدد من الدول لاستقبال الجرحة وتوفير متطلبات علاج قوات البنيان المرصوص دوليا أعربت الليات المتحدة الأمريكية على لسان المتحدث باسم البنتاجون عن استعدادها لتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تابعة لتنظيم في ليبيا مستقبلا وزارة الدفاع الأمريكية شددت أيضا على ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني حتى تستطيع التعامل مع القضايا الأمنية التي تواجهها تطبرات ولا إن قالت غرفة العمليات الخاصة إنها أوقعت أكثر من 200 شهيد وألف جريح منذ بداية الحرب على ما يرفو بتنظيم الدولة إلا أنها وصفت بالمشجعة رغم ضحف الإمكانيات فهل تتمكن عملية البنيان المرصوص من دحل التنظيم وحسم المعركة في سرط دون تدخل من المجتمع الدولي؟ هذا وأشار رئيس المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أحمد هدية في نشرة سابقة إلى أن الاجتباكات بين قوات عملية البنيان المرصوص وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة تدور من حي 700 إلى مجمع قاعات وغادوغو مضيفا أن عدد من قضوا في صفوف التنظيم يقدر ب700 عنصر هناك شواهد أو أدل يعني لا ترقى لأسفة الدليل هي شواهد على أن القسائر في هذا التنظيم قسائر كبيرة نحن نقدر عدد هذا التنظيم لما يفوق 700 هالس إلى العشر أيام الأسيا وقد نشر المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص رسما توضيحيا يبين التقدم الذي أحرزته قوات العملية في مدينة سيرت منذ الحادي والعشرين من الشهر الجاري ومناطق الاجتباكات مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة ترجمة نانسي قنقر أفادت قوة الردع والتدخل المشتركة بمحور أبو سليم الكبرى بمقتل طفل وإصابة والده إثر إطلاق نار أثناء مرورهما من منطقة المشروع الزراعي في طرابلس وأكدت قوة الردع والتدخل المشتركة محور أبو سليم الكبرى عبر صفحتها على فيسبوك أنها تمكنت من معرفة الجاني الذي استقل سيارة معتمة وأطلق النار ثم لاذ بالفرار خلف الانفجار الذي هزم عسكر فرقة الحماية ببلدية القربولي 36 قتيلا وأربعين جريحا وأوضح بلد المدينة أنه تم فتح الطريق الساحل بعد إغلاقه بسبب الأحداث الأخيرة في المنطقة مضيفا أن هناك مساعي لتبادل المحتجزين بين القربولي ومصراتا تفاصيل أوفا نستعرضها في سياق التقرير التالي بعد مرور ثلاثة أياما على الانفجار الذي هزم عسكر فرقة الحماية ببلدية القربولي مخلفا 36 قتيلا وأربعين جريحا حسب ما أعلنته اللجنة المكلفة من البلدية بمتابعة الجرح والمفقودين أكد أن ناتق باسم المجلس البلدي شريف جبلة فتح الطريق الساحلي الذي أغلق بسبب الأحداث ووضح جبلة أن لجنة المصالحات حولت لمدينة مصراتا لاستكمال الترتبات النهائية لتبادل المحتجزين بين الطرفين مشيرا لأن هناك عددا من المفقودين لم يتم التعرف عليهم من بين ضحايا الأنفجار ولم ترد أسماؤهم في قائمة المحتجزين قائلا أن ذلك يؤخر إتمام عملية تبادل المحتجزين من جهته أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أنه سيشكل لجنة وزرية للتحقيق في الحادثة ودعا إلى سحب جميع التشكلات المسلحة إلى خارج الحدود الإدارية للقرابولي مؤكدا أن إدارة البوابات في المنطقة ستسند قريبا إلى قوات الشرطة والجيش النظاميين هذا وأوضح الناتق باسم المجلس البلدي مصراتا وساما بادي أن بداية توتر الأوضاع في منطقة القرابولي كانت بعد خلاف بين أحد أفراد قوة حماية وحراسة الطريق الساحلي المكلفة من رئاسة الأركان العامة ومالك أحد المحلات التجارية بالمنطقة وشار بادي لأن جهود المصالحة أفضت إلى التوصل إلى عدة نقاط منها العمل على التهديئة ووقف أطلاق النار وانسحاب قوة الحماية من المنطقة وأطلاق صلاح الموقفين على الهوية من الطرفين من جهة أخرى زل القائم بأعمال النائب العام تعليماته للمحام العام بترابلس لمخاطبة الجهات الأمنية المخصصة بفتح محاضرة حر واستدلال بخصوص حادثة الجرابولي وأوضح مكتب النائب العام أن هذا الإجراء سيقود إلى القبض على الفعالين الذين تسببوا في عمليات القتل أكد مصدر من مجلس شرى ثوار بنغازي سقوط قتلى وجرحة في صفوف قوات عملية الكرامة يوم أمس موضحا أن من بينهم قادة ميدانيين بالكتيبة 21 صاعقة وأفاد المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار بأن قوات الشرى صدت محاولة تقدم في المحور الغربي للمدينة مشيرا إلى أن سلاح الجو التابع لقوات عملية الكرامة نفذ عدة غارات جوية وقال المصدر نفسه إن طائرة دون طيار استهدفت عدة تمركزات تابعة لقوات مجلس الشرى حسب قوله هذا وأكد سلاح الجو التابع لعملية الكرامة أنه نفذ عدة غارات جوية استهدفت المحور الغربي للمدينة نافيا توجه أي رتل عسكري إلى مدينة بنغازي وأوضحت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لعملية الكرامة أن طائراتهم قصفت محيط شركة دونغا قرب بوابة الثمنتاش في جدابية يوم الجمعة يشار إلى أن طيران عملية الكرامة كان قد أعلن استهدافة مركزات شورى ثوار بنغازي في محور الجوارش قرب جزيرة مصنع الأنابيب وشارع الشجار يوم الخميس الماضي أعلن مستشفى الجلال الجراحة والحوادث ببنغازي مقتل أربعة أشخاص وفي انفجار سيارة المفخخة في مدخل بوابة الزيارة بالمستشفى وضاف المستشفى في صفحة رسمية على فيسبوك أن الانفجار الذي وقع مساء أمس الجمعة تسبب أيضا في إصابة أربعة عشر آخرين بجروح وقد أعرب القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة الإنسانية ممثل منظمة الصحة العالمية سيد جعفر حسين عن قلقه حيال تجدد استهداف عدد من المرافق الصحية في مدينة بنغازي ودان المسؤول الأممي أعمال العنف والهجمات والتهديدات ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني خاصة أثناء تأدية واجبهم وضد المرافق الطبية وحث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جميع الأطراف المتنازعة على الامتناع عن استهداف المرافق الطبية واتخاذ الاحتياطات الممكنة لمنع وقوع ضحايا بين المرضى والعاملين بالمراكز الصحية قالت قوة سلاح الجوة تابعة لعملية الكرامة إن طائراتها قصفت يوم الجمعة مواقع بالقرب من شركة النهر جنوب مدينة جدابيا وأوضح سلاح الجوة التابعة لعملية الكرامة على صفحته الرسمية أن طائرة من نوع ميج 23 نفذت غارة جوية في عملية وصفها بالاستباقية ضد قوات سرايا الدفاع عن بنغازي وغرفة عمليات تحرير جدابيا مؤكدا أن جنوب جدابيا يعتبر منطقة عسكرية وهي تحت مراقبة طائراتهم الاستطلاعية بشكل مستمر وفق تعبيره كما قامت الطائرات العمودية التابعة لعملية الكرامة يوم الجمعة بقصف المنطقة السكنية التابعة لمشروع شركة النهر الصناعي في مدينة جدابيا وأكد أحد قادة سرايا الدفاع عن بنغازي مصطفى الشركسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن طائرات عمودية وطائرة من نوع ميج 21 استهدفت مقر شركة النهر الصناعي ما أسفر عن تدمير محطات الكهرباء التي تغذي مرافق المقر والمطعم الخاصة بالعملين في الشركة وعبر شركسي عن مخاوف سرايا الدفاع عن بنغازي من قيام طائرات عملية الكرامة بقصف منظومة خزانات النهر الصناعي في مدينة جدابيا أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتين كوبلر أنه يجب أن تكون العمليات العسكرية في ليبيا تحت قيادة المجلس الرئاسي لتتمكن من الحصول على الأسلحة وفي تغريدة له على تويتر قال كوبلر إنه من الضروري أن تخضع العمليات العسكرية لقيادة المجلس الرئاسي للحصول على إعفاء من حضر توريد الأسلحة وفي تغريدة أخرى أكد المبعوث الأممي أن ليبيا لن تواجه الإرهاب وحدها وفق قوله قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان واينر إن توحيد القوات الأمنية والسياسية في ليبيا يعتبر عملية معقدة وأضف واينر في تغريدة له على تويتر أن هذه العملية تعد معقدة أيضا حتى في الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة مشددا على ضرورة إيجاد نهج مشترك على حد تعبيره وأشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني استعادت ما مساحته 27 ألف كيلو مترا من الأراضي الليبية حول مدينة سيرت والتي كانت تحت سيطرة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة أكد مصدر أمني فرنسي أن هناك مبالغة في تقدير عدد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا متوقعا أن عددهم يتراوح بين ألف و ألف وخمسمائة مقاتل في مدينة سيرت ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدر نفسه قوله إن عناصر التنظيم لا يتنقلون بكثافة في اتجاه الجنوب مع تضييق الخناق عليهم في سيرت مشيرا إلى أن بعض مقاتل التنظيم من السودان يعودون إلى إقليم دارفور فيما ينتقل آخرون ومن بينهم تونسيون إلى غرب ليبيا وفق قوله وكانت أجهزة استخباراتية غربية قد قدرت عدد مقاتل التنظيم في ليبيا بين خمسة آلاف وثمانية آلاف عنصر واعتبر الباحث في شأن السياسي والاقتصاد محمد الهنغاري أن ليبيا تواجه الإرهاب لوحدها معتمدة على قوات ثوارها وسلاحها الجوي مشيرا إلى أن تهويل المجتمع الدولي لأعداد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة يعتبر أمرا إيجابيا يساهم في الإعداد العسكري الجيد لم يهولوا هذا التهويل لم ينتبه الليبيين ولم يعطوا قيمة لهذا التنظيم في حالة ولكن هذا الرسول يستعمل مع الشعوب البيدائية أو الطفورية بعض الشيء يستعمل مع هذا الأسلوب حتى تنتبه بالخطر الذي يواجهه أعربت روسيا عن قلقها مما سمته التطورات الخطيرة في ليبيا مضيحة أن الاشتباكات المسلحة تزيد من تأجيج الوضع السياسي وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والوفاق في البلاد وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا في مؤتمر صحفي أن موسكو تدعو مواطنها إلى عدم السفر إلى ليبيا نظرا لترد الأوضاع الأمنية مطالبة المنظمات الروسية بالامتناع عن إرسال موظفيها إلى ليبيا ودعت زخروفا شركات الملاحة الجوية والبحرية الروسية إلى عدم تنظيم رحلات إلى ليبيا لأسباب قالت أنها تتعلق بالسلام إلى حين استقرار الأوضاع في البلاد حدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بواشنطن كريستوفر كيسي كوبر شهر سبتمبر من العام القادم موعدا للنظر في قضية المتهم بمقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين في مدينة بنغازي أحمد بوختالة وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن موعد محاكمة أبوختالة جاء بعد حوالي ستة أسابيع من إعلان وزارة العدل الأمريكية أنها لن تسعى لتوقيع عقوبة الأعدام ضده كما أضافت صحيفة أن بوختالة تواجهه ثماني عشرة تهمة منها قتل شخص يتمتع بحماية دولية وتقديم دعم مادي لإرهابيين قاموا بعمل يؤدي إلى الوفا نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل برعاية منظمة الصحة العالمية ورشة عمل بتونس تناقش وضع المنظومة الصحية في ليبيا وآليات إصلاحها قوات البنيان المرسوس تقول أن أربعة شهداء وأربعة وعشرين جريحا سقطوا إثر هجوم عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على محور البحر سلاح الجوة تابع لعملية الكرامة ينفذ غارات على المحور الغرب ببنغازي ويقصف مواقع قرب شركة النهر جنوب أجدابيا والأمم المتحدة تدين الهجمات على المرافق الصحية المحكمة الجزية الأمريكية تحدد سبتمبر من العام القادم موعدا للنظر في قضية المتهم بأحداث السفارة الأمريكية ببنغازي أحمد بوختالة أهلا بكم من جديد نظمت منظمة الصحة العالمية ورشة عمل ناقشت فيها سبل تقوية النظام الصحي في ليبيا وسبل دعمه وقد حضر هذه الورشة ممثلون عن وزارة الصحة الليبية وأكاديميين ومختصين ليبيين وممثل منظمة الصحة العالمية سيد جعفر حسين وممثلون عن اليونسيف وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعن الاتحاد الأوروبي التقرير الآتي يستعلض جانبا من أبرز ما تمت مناقشته في الورشة أليات سبل تقوية النظام الصحي في ليبيا وكيفية وضع خطة لتشخيص القطاع الصحي ومعالجة نقائصه أبرز ما تم تطرق إليه في ورشة العمل التي خصصت لمناقشة النظام الصحي في البلاد جرى النقاش خلال الأيام السابقة على كيفية دعم النظام الصحي في ليبيا وكيفية وجود أو الوصول إلى نقاط الضعف في هذا النظام والتحديات التي تواجه النظام الصحي الحالي وكيفية وضع خطة مع الشركاء في داخل ليبيا أو سواء أو من خلال المجتمع الدولي موثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في ليبيا نور حملاجي قالت إنه تم الاطلاع خلال الورشة على ما يحتاجه النظام الصحي الليبي لمواجهة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد نحن سعداء جدا بالعمل مع مختصين من وزارة الصحة الليبية لمعرفة ما تحتاجه المستشفيات في البلاد من بنى تحتية ومعدات هذه فرصة رائعة لأن يكون عملنا متواصلا وتحت إشراف هؤلاء المختصين على مدى ثلاثة أيام تركز النقاش حول الركائز الأساسية التي يجب أن تتوفر للنظام الصحي في ليبيا والعمل على تقوية هذه الركائز نتطلع للعمل على توفير احتياجات المدنيين الطارئة فخلال الأيام الثلاثة الماضية كان هناك تقدم مهم نحن نتطلع لتفعيل المبادرة في المستقبل القريب من أجل تحصين النظام الصحي في ليبيا النظام الصحي في ليبيا يمر بأزمات عدة انعكست على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن أبرز ما أشار إليه مدير عامل مركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا في ورشة العمل الهدية تم استعراض تحليل للوضع الحالي للنظام الصحي للتعرف عليه الفجوات وعلى المشاكل الحالية اللي يعاني منها النظام الصحي ورشة العمل التي جمعت خبراء في صحة العالمية تزامنت مع إذانة أممية لسهداف المرافق الصحية في ليبيا كما صلطت الضوء على النقائص التي تعاني منها المنظومة الصحية والتي تأثرت مثلها مثل باقي القطاعات الخدمية من الصراع القائم على أمل أن تكون بادرة نحو معالجة أزمة القطاع الصحي في البلاد إلى التذكير بعنوين النشرة قوات البنيان المرصوص تقول أن أربعة شهداء وأربعة وعشرين جليحا سقطوا إثر هجوم عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على محور البحر سلاح الجو التابع لعملية الكرامة ينفذ غارات على المحور الغربي ببنغازي ويقصف مواقع قرب شركة النهر جنوب أجدابيا والأمم المتحدة تدين الهجمات على المرافق الصحية المحكمة الجزئية الأمريكية تحدد سبتمبر من العام القادم موعدا للنظر في قضية متهم بأحداث السفارة الأمريكية ببنغازي أحمد بوختالة ختم النشرة في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة